انضم إلينا من بغداد سيد واثق الجابري الكاتب والباحث السياسي سيد واثق أهلا بك معنا يعني لو تحدثنا عن الشمال العراقي الذي أصبح مستباحا وفقا لهذه المعطيات حرب بالوكالة إنجاز التعبير في حين تقوم تركيا بهذه الضربات تقوم أيضا إيران بضربات في نفس التوقيت ما طبيعة هذه الضربات التركية الإيرانية على إقليم كردستان؟ نعم شكرا جزيلا لكم تحية لكم مشاهديكم الكرام طبعا أكيد يعني هو يختلف بين الجانب الإيراني والجانب التركي لكن الكل يدعون أن الأهداف التي تم استهدافه هي أهداف لقوة معارضة تنطلق من الأرض العراقية يعني ما تم قصفه مؤخرا أنه أهداف لقوة كردية موجودة كردية إيرانية معارضة موجودة في الشمال العراقي المشكلة هي في الجانبين سواء في الجانب التركي والجانب الإيراني سبب الحكومات العراقية المتعاقبة الدستور العراقي لا يسمح بوجود قوات معارضة لدولة ما داخل حدود البلد العراقي لذلك هي تشكل تهديد على البلدين إضافة إلى ذلك يعني عزل موجود تنسيق بين القوات الحكومية وقوات الكردية العراقية يعني البيش مارقة والأسايش قوات الأمن الكردية القوات الحكومية العراقية هي غير بسيطرة على يعني هذه المناطق هي تحت سيطرة أقليب كردستان لذلك هذه القوة هي محمية بشكل أو بآخر من الجانب الكردي على أساس قومي باعتبار هي لا تريد أن تقوم بطرد هؤلاء من الأراضي العراقية لأنهم بهذه الأفعال بدون وجودهم داخل الحدود العراقية واحتدامهم على دول الجوار سواء كان إيران أو تركيا هو يؤدي إلى نوع من الأزمة السياسية والأمنية بين البلدين المجاورين طيب سيد واثق هذا القصف الجديد هناك إدانات أمريكية لهذه الهجمات العشوائية أيضا هناك تصريح عرقي يقول سنتخذ إجراءات دبلوماسية عالية المستوى ضد هجمات إيران يعني توقعاتك بهذا الرد الذي وصفته الحكومة العرقية يعني هو أولا جانب الأمريكي صرح سابقا برئيس الوزير الخارجي الأمريكي صرح ويعلن بأن القوة الموجودة في داخل الحدود العراقية هي قوة تقوم بنقل أسلحة من العراق إلى إيران وتدعم التظاهر طبعا الحكومة العراقية أكيد ترفض الهجمات الإيرانية والتركية باعتبار عدم وجود تنسيق مسبق أحيانا في بعض العمليات لكن بنفس الوقت مستشار الأمن الوطني العراقي سيد قاسم الأعرجي أطلع الجانب الإيراني عن وجود هذه القوات وأنها تقوم بالتحرك ونقل الأسلحة إلى داخل إيران بوجود مفاوض من جانب الأسائش الأمن الكردي لكنه لم يثبت أو لم يرفض وجود هؤلاء بل كان صمت من هذا الجانب وبالتالي نعم مفترض هذه الدول التنسق مع الجانب العراقي حتى الجانب التركي الذي لديه اتفاق مع العراق المفترض الهجمات أو استهداف أي قوة المفترض أن تكون بالتنسيق مع الحكومة العراقية لكن كما يبدو أن هذه القوة تتحرك دون إذن الحكومة العراقية وهذا إخلال ربما يؤدي إلى خدش بطبيعة العلاقة بين البلدان المجاورة